كل واحد منا ينبغي أن يستعد لمثل هذه اللحظات القاسية التي يمكنك الآن أن تحولها إلى لحظات فرح والسرور الآن أخي الحبيب تستطيع أن تحول لحظة الموت إلى لحظة فرح بكل بساطة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تقول ربي الله سهل أي واحد يستطيع أن يقول يا الله أو ربي الله ثم استقاموا كل ما أمرك الله به تفعله كل ما نهاك عنه تبتعد عنه قضية بسيطة جدا يمكن أنا أن أصيغها لك بعبارة أخرى كل ما يحقق مصلحتك الشخصية الحقيقية افعله كل ما يضرك ابتعد عنه قضية بسيطة ذكر الله أولا مفيد للإنسان الإيمان بالله فيه فوائد كثيرة الصلاة فيها فوائد الصدقة فيها فوائد وكل هذه أثبتها العلماء أيها الأحبة الصيام جامعة هارفرد نشرت أبحاث ومقالات كثيرة عن فوائد طبية للصيام فكل شيء أمرك الله به لا بد أن تجد فيه مصلحة شخصية لك وخيرا تنتفع به الوضوء هو طهارة السلاح في الطب الوقائي الصدق الصدق مفيد يجهلك أكثر اطمئنانا ويمنحك مصداقية لدى الناس كل شيء أمرك الله به فيه فائدة لك كل الأشياء التي نهاك الله عنها فيها ضرر أبدا الخمر يسبب سبعة أنواع من السلطان القمار تسبب إدمان مثل المخدرات في الدماء ولها أضرار كثيرة النظر إلى الأفلام الإباحية وإدمان هذه الصور الجنسية وغير ذلك يدمر منطقة الناس ناصية ويفقد الإنسان قدرته على اتخاذ القرار كل ما نهى الله عنه فيه شر هذه المعادلة طيب أنا بالنسبة لي كإنسان أستخدم عقلي والله أنا أحب مصلحة الشخصية أنا مصلحتي مع الطهارة مع الصيام مع الوضوء مع الكلام الطيب مع مساعدة الناس أنا مع بر الوالدين أنا مع الكلام الحسن أنا مع مساعدة الفقراء كل هذه أشياء فيها مصلحة لي نمنحني السعادة جامعة هارفرد بعد دراسة استمرت 86 سنة الدراسة الأطول في التاريخ وجدت أن أعمال البر مساعدة الآخرين العلاقات الطيبة مع الآخرين وهذه كلها أوامر أمرنا الله بها سلة الرحم نسميها سلة الرحم وجدوا أن الإنسان الذي يتميز بسلة الرحم هذه يعيش عمر أطول إذن هذه مصلحة شخصية ويتمتع بسعادة أعلى أيضا هذه مصلحة شخصية أنا أحب أن أحقق سعادة أعلى ولديه صحة أفضل حتى في عمر الثمانين أيضا أنا لي مصلحة أن أتمتع بصحة أفضل إذن عندما أمرني الله بسلة الرحم وبالصبر والعفو والتسامح ليس من الضروري أن أنتظر جامعة هارفرد حتى تكشف لي الفوائد الطبية حتى أطبق هذه النصيحة التي لخصها لنا النبي في ثلاث جمل ثلاثة جمل ثلاث جمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول صل من قطعك صلة الرحم وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك التسامح وجامعة هارفرد وجدت أن المتسامحون هم أطول الناس أعمارا طيب ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أعمال البر هذه أخي الحبيب تقلب لحظة الموت صحيح أن من حولك يبكون وفي حالة حذن وأسف وأسى وكذا ولكن أنت المهم أنت أنت الذي تموت فإقلب هذه الحالة إلى حالة فرح إن الذين قالوا ربنا الله ثم ماذا استقاموا؟ ما معنى استقاموا؟ كما قلت لك طبقت ما أمرك الله بهذه الاستقامة وانتهيت عما نهاك الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لحظة الموت هنا ما الذي يحدث؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم سبحان الله يعني انظر لك ما تشتي ولكما تحب هذه الآية أخي الحبيب لحظة الموت على فكرة هي تتحدث عن لحظة الموت سبحان الله يعني 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 الشيء يجعلني أكثر اطمئنانا وأكثر يعني فرحا في مناسبة تعتبر هي المصيبة الكبرى في حياة أي إنسان لأن أعظم شيء يمكن أن تواجهه دقيقة هو الموت فإذا انقلبت لحظات الموت إلى فرح ولا خوف ولا حزن واستبشار إذا ماذا تريد أكثر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي صلاة مودع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كأنه يأمرنا أن نتذكر الموت خمس مرات كل يوم ومن الناحية العلمية أثبت العلماء أن هذا الأمر يزيد من إبداع الإنسان ونجاحه كيف ذلك؟ انظر معي أنا لدي هنا دراسة أيها الأحبة عن صلاة المودع النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي صلاة مودع ما معنى صلاة مودع؟ كأن هذه آثر صلاة لك تودع الدنيا هذا أمر ضروري أيها الأحبة لأن التفكير بالموت يغير سلوكك بالكامل كل ما نراه الآن من قتل ودمار ونرى هذه الأحداث المتسارعة لو أن هؤلاء يتذكرون الموت لما فعلوا ذلك لو أن أحدهم فقط يتذكر أنه سيموت لما فعل ذلك لذلك تذكروا الموت شيء ضروري جدا النبي أمرنا أن نتذكر الموت خمس مرات كل يوم طيب لماذا؟ هل يعني عبثا؟ هل النبي يريد لنا الكآبة؟ يعني بعض الناس يعتقد أن التفكير بالموت هو نوع من الكآبة لك أنت ستعيش خمسين ستين سبعين سنة مئة سنة في هذه الدنيا ولكن هناك مرحلة هي عالم البرزخ أو موراء البرزخ تمتد ربما ملايين السنين إلى يوم القيامة طيب أليس ضروري هذه المرحلة أن أستعد لها؟ أنا أريد أن أفرح لحظة الموت أريد أن أقدم شيء أجده أمامي يا ليتني قدمت لحياتي يعني يوم القيامة أيها الأحبة بل لحظة الموت الله يخاطب هذه النفس يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بينما الذي يتحسر يقول يتحسر على نفسي يليتني قدمت لحياتي فيوم إذن لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر